من جهته تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتقديم طائرات مقاتلة لكييف وتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات أكثر تطورا وقال سوناك في كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن إن بلاده مستمرة في منح كييف أسلحة متطورة تمكنها من التصدي للهجمات الروسية عندما بدأ بوتين هذه الحرب راهن على تفاقك وحدتنا وهو يراهن الآن على تراجع دعمنا لأوكرانيا وسنؤكد له أن رهانه خاسر بريطانيا كانت من أوائل الدول التي دعمت الحكومة الأوكرانية بالأسلحة وسنواصل ذلك سنقدم لها المعدات الدفاعية لصد المسيرات الروسية وسنكون أول دولة تمنح لأوكرانيا على المدى الطويل أسلحة متطورة لتدافع عن أراضيها ونحن مستعدون مع حلفائنا لتقديم الطائرات التي يمكن استخدامها اليوم لكن علينا أن ندرب الطيارين الأوكرانيين ليكون بمقدورهم قيادة المقاتلات الأكثر تطورا لتدافع أوكرانيا عن أمنها على المدى الطويل